لما مركز متخصص في علاج السكر عزيزي المشاهدين والغضل الصماء يطلق مبادرة ويقول كفاية أنسولين طيب مال هنعالج السكر بإيه؟ ده السؤال اللي هرتراحه دلوقتي حالا على أستاذ الدكتور محمد سعد حامد المبادرة الحدك أطلقتها من خلال المركز هي كفاية أنسولين أيوة نعم هو الحقيقة المبادرة دي أنا بركز عليها جدا لأن فيه هناك إفراط في تناول الإنسولين أو فيه وصف الإنسولين لمرضى السكر وهنا الإفراط أقصد فيه على كذا يعني شكل يعني إما الاستعجال أن أنا أعطيه مبكرا سنة أو سنتين أو خمسة أو أعطيه بجرعات مظبوطة واستعجل زيادة الجرعات أو أن أنا ده النوع الثاني أن أنا أزود بسرعة يعني واحد أن أنا أستعجل وأعطي الإنسولين للمريض في حالات لا تستحقها ودي نسباتها تتجاوز الـ 50% أو أن أنا أزود نسب الإنسولين طرديا كتير يعني أبدأ بعشرين وعندنا ثلاثين وعندنا أربعين وعندنا خمسين ووصل الآخر كجرعات أكبر من ذلك خلال فترة سنة أو أقل أو يزيد فده في استعجال ده نوع الثاني من الإفراد في تناول الإنسولين النوع الثالث أنه هو حاطت في دماغه الطبيب نفسه وللأسف على مستويات عالية جدا من التقنية ومن الأسدزة أنه هو أدام بتحط على الإنسولين هي خافة يشيله منع الإنسولين فهنا الإفراد على ثلاث مراحل أستاذ هذه مرحلة الاستعجال يعني مبكرا أو مرحلة أن أنا أزود الجرعات بتصورة طردية خوفا من أنه يحصل انتكاسة واتنوع الثالث أن أنا موقفش تاني